واصبروا على ذلك علموا أنفسكم وعلموا من قل الله الله أمركم نساءكم وأبناءكم جيرانكم ادعوا دعوة إلى الإسلام وصححوا عقيدة المسلمين وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وهذا يكون بالعلم والتعلم هذا الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وهذا الذي كان عليه الصحابة ومن سار على آثارهم من السلف الصالح اسمهم أهل الإسلام لما كان في المقابل الكفار اسمهم أهل الإسلام في مقابل أهل الكفار لما لم يقل إلا الإسلام والكفر اسمهم أهل السنة في مقابل أهل البدعة فقيل السنة وليس على زمن النبي صلى الله عليه وسلم اسم أهل السنة والجماعة استخدم ذلك للبيان والتميز فعلف أهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة والاختلاف والبرخ خرج أهل الرأي برأيهم فقام في المقابل لهم أهل الأثر وقالوا على الآثار والأراء فتميزوا أتى أهل الكلام فخرجوا بالكلام والفلسفة فتميز أهل الحديث بالحديث فهم أهل الحديث في مقابل أهل الكلام اتبع الناس الخلف فقالوا لا بل على هدي السلف فنحن أهل الإسلام ونحن أهل السنة والجماعة نحن أهل الأثر نحن أهل الحديث نحن السلفيون وندعو إلى هذا جهارا نهارا هذه دعوتنا فيا أيها الغرباء اتبتوا على ذلك فإنهم تكلموا على من استدل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في أمور العقيدة والأسماء والصفات فقال لهم أهل البدع هؤلاء حشوية فإذا قلت ليس قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال هكذا يستدل الحشوية فقط ألم يقق قرآن وهل في القرآن آيات لكذا وآيات لكذا لا تأخذوا يا أخوان لو ترجمتوا غلط الكلام مسجل إن شاء الله بيصحة كذلك السنة والاستقامة عليها بالأدلة واضحة استدل أهل الحق والغرباء بالأدلة من الآيات والأحاديث ضد من يدعو غير الله ويعبد غير الله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين قالوا هذه آيات الوهابية هم يحتجون بهذا في كل زمان هكذا ردودهم الذي احتج على الأسماء والصفات أورد القرآن والأدلة والأحاديث لدرجة أن بعض أهل البدع والأهواء لدرجة أن بعض أهل البدع والأهواء يقول أتمنى لو أحك هذه الآية من القرآن لأنها لا توافقها كذلك في توحيد العبادة فأولئك يسمونهم حشوية وأولئك يسمونهم وهابية وهكذا يصنفون الحق وأهله ليحذروا الناس منه في كل زمان تخرج فتنة وأهل الحق يردون على أهلها هذا الزمان خرج التكفيريون الذين يكفرون حكام المسلمين بل وصل إلى علماء المسلمين بل كفروا المسلمين فإلى أوردت الآيات والأحاديث في السمع والطاع عيولات الأمر قال هذه الدلة الجامية أليس هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشى على هؤلاء الذين ردوا الأسماء والصفات والعبادة والأحاديث والقرآن والسنة لم يسيروا على منهاج النبوة ليست هذه طريقة النجاة هذا طريق العطب والهلاك أيها الغرباء أصبروا وصابروا فالزمن قليل أنه ضعيف النفوس ضعيفة نفوسنا ضعيفة والشهوات كثيرة أذكركم بالله خافوا الله خافوا الله خافوا الله في هذه الدعوة خافوا الله في هذه الدعوة وصابروا وانشروا الحق بالخلق بالتي هي أحسن بالتي إلى الرحمة محبة حسن الظن احترام بالأخلاق بالمعاملة بالصدق بالوها هذه صفات المسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على ذلك وأن يبعثنا على ذلك مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ونسأل الله تبارك وتعالى أن كما جمعنا وإياكم في هذا المكان ويجمعنا مع محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه وأن يميتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا وصلى الله وسلم على محمد ما هي معالم المنهاج التي ذكرناها ما هي من صفات الغربة سرعة جاوبت أو ما جاوبت تفضل الأخوة هنا واحد حتى لو خطأ نعطي قال شيخ الإسلام ابن تيمية محتج محتج بباطل على باطله بالحق إلا جعلت الحج عليه كيف هذا لأن الحق لا يحتج بها على الباطل والنور يفضح الظلمة لو أغلقنا جميع الإضاءات ماذا يصبح المكان لو فتحنا موبايل لو أغلقنا جميعا لو أغلقنا موبايل في المنهاج لا يراه الجميع لن يرى الجميع لن يرى الجميع لن يرى الجميع هذا هو هذا هو كيف يبدو مهما اشتد ظلام الفتن والجهوات والشبهات مهما اشتد ظلام الفتن وشبهات مهما اشتد ظلام الفتن مهما اشتد ظلام الفتن وشبهات الشيخ نيقول السائل الشخص أسلم وعمره 27 سنة هل يجب عليه الختان لا الختان جيد the questioner says that 27 year old person accepted Islam لا يجبر عليه does he have to perform circumcision the shaykh said this is something good to do but he's not forced to do it meaning it's not obligatory shaykh question why should we call ourselves salafis shaykh لماذا نسمي أنفسنا salafiyون because we are salafiyون because the answer is because we are salafis and what about you and what are you how about you thank you thank you thank you شكرا